أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر والتي تسهم بشكل كبير في عملية الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لجون كريستيمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشافه البترول وذلك بحضور وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق لتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات